يعني أنا كنت بأعمل إمبارح هنا مقارنة بين أجيال مختلفة جيل اللي فاز ببطولة أفريقيا 86 جيل كابتن خطيب وشوئي غريب ومصطفى عبده وثبت البطل وغيرهم طبعا عشان ما نساش حد جيل اللي راح بوركينا فازه هو محمل بأعباء وضغوط نفسية عنيفة جدا حازم وحسام وعبدالسطار وعمارة وياسر وهني رمزي وغيرهم وأعتقد حضري وندر السيد وراحوا يعني عليهم ضغوط رهيبة ورجعوا ببطولة وقدموا بطولة عالمية 2006-2008 و2010 تفيولوجيا يعني ولا أروع ولا كان حد يتوقعها وأداء بره وجوه على أرضك وبره أرضك يعني في عشر سنين فارق ما بين الهاتف بعد كده ما فيش بقى صورة جمالية الرائعة مميزة جدا وأجال مختلفة مع أنه جيل ده على مستوى مثلا العيمة المحترفة يعني كان عندنا العيمة محترفين كان عندنا زيدان مثلا وحاني رمزي وإحمد حسن بس ما كانوش مثلا على مستوى ليفر بول بخبرات صلاح وشامبينز ليج ودولة إنجلترا أو أرسنل أو غيرهم يعني ليه جيل ده ما عندوش نفس الحالة أو ما عندوش نفس الروح هي هتيجي يعني هو طبعا الحالة دي هتيجي طبعا لازم ناخد بالنا أنه برضو الغياب عدم التجمعات قدر كافية منتخب ما بيلعبش بورات تجربية نهائيا طبعا كابتن جهري رحمة الله عليه كان بيعمل مغسكرات طويلة الأمد كانت معروفة عنه كابتن حسن الشحاتة يعني كان وقت يعني وقت شانس عالي جدا في إعداد المنتخب عشان كده ثلاث بطولات متتالية يعني إنما الجيل الحالي مع كابتن حسن البدري أو غير حسن أجيري مفشل كوبر يعني ذوبك عمل وصل دور قبل نهائي حتى كوبر لما وصل نهائي جيلة أفريقية ووصل كاس عالم الناس برضو ما كانتش راضية على المنتخب بتيجي في حتة معينة ويحصل دروب جامد فطبعا يعني هتيجي الحالة الإيجادة لما الأمور تستقر شوية كورونا يعني المقصرة على الدنيا كلها ومقصرة على أندياتنا حتى هاي هتيجي وحتوصل للمنتخب يحس يعني يطلع من عنده لعبتنا تحس بأهمية هذا المنتخب وتحس بأد إيه الجماهير ونكادش موجودة في المدرجات أنا بقلوبها معاهم في كل لحظة محتاجة أن حالة يعني ما خبيش عليك يا سيد أحمد أن فيه فترة معينة قريبة مش بعيدة أصبحنا أهل وزمالك وصراعات في السيشيال ميديا ونسينا منتخب مصر خالص نسينا في هذه المرحلة من سنة أو اتنين يعني الله يجزل اللي كان السبب بقاه نسينا منتخب مصر خالص وبداليل أن في 2017 لا رحنا ولا جينا نظبنا ونجحنا في التنظيم وحضرنا كويس قوي وبعدين منتخبنا مش موجود فيعني الحالة دي ابتدت أنا شايف أن احنا في حالة نقاحة منتخبنا ابتدى يتحسن شوية شوية مع الوقت هيكون فيه مسحات زمنية لتجمعات أكثر وحضرنا حضرتك فضل